ما الذي يحدث اليوم في اليمن؟ نحن نحارب من أجل إقامة دولة العدالة دولة الشراطة من أجل اليمن الاتحادي الجميع يقاتل من أجل هذا المشروع عملية إحداث خلخلة داخل هذا المسار الذي ندافع عنه باسم فك الإرتباط أنا أعتقد أنه يعيق انتصار الجنوب وتحقيق العدالة داخل الجنوب وبالتالي أمامنا خيار اليوم واضح أما أن تتحول عدم إلى عاصمة حقيقية لكل اليمنيين وفق المشروع الذي تحمله الشرعية وأهداف عاصفة الحزم والتحالف العربي أو أنا أعتقد إذا استمرت دعوات الاستقلال اليوم في ظل وجود حكومة شرعية وبنك مركزي داخل عدن وفي ظل اليوم القيادات الجنوبية هي الحاكم الفعلي وكل اليمنيين لا يروا أنهم جنوبيين بل يرواهم يمنيين ويضيعوهم ويقدموا لهم كل ما يريدون نحن نعرف بشكل كامل اليوم في الشمال ونحن عشرين مليون أن الزعامة هاليوم جنوبية ونريدها أن تستمر لفترة طويلة ونحن نعرف بشكل كامل ونحن نعرف بشكل كامل